البنايات الطوبجة ببرج باجي مختار نمط معماري يعتمد عليه سكن المنطقة لتشييد مساكنهم نظراً لما يستميز به من خصائص تماشى وطبيعة المنطقة الصحراوية رأنا قاعدين حامدين مولانا هنا في الطويبات مرة نطيح لنا ومرة نسندوه ومرة أزاحنا إلى الآن وحنا عايدين هنا لا ببروجة أخرى رغم الدولة تدعم تبارك الله وتمشي الملايير وتمشي الديار وتمشي الباس ونحن لا تستفيدنا منها رغم التدى سيد الويد التلاق دفنبو در مركهة وكل شيء هذا أنا غيانا نلضش ننهي غنى اللهي وارد تجل الدين تأتو ماس نسى والله يا شعب نسن يا أنا كان نضش شعب نرهاد وانا نعطيك في ملحقنانا والله نمر ما نسني ننهي غنى لكن في الآوين الأخير هذه المنازل الطوبية أصبحت تشكل عبءا على أصحابها الذين يعانون في صمت وعدم قدرتهم على إعادة بنائها حيث أصبحت مكانا للعقارب السام ما قدت من باقي الطين ومن هو اللي باني شراب طين وشراب طلاشة واحد من باقيها مرة تجيها الريح طيحها لي ومردون فيها كل شيء فيها العقارب وفيها الخشاش كاملة فيها والريح فيها كل شيء والسلام عليكم مع تغير الوضعية الجوية وخاصة المناخة الذي يميز المناطق الجنوبية للوطن تصبح هذه المنازل أيلة للسقوط وتشكل خطرا كبيرا عليهم